موسيقى اهلا بكم الى نشرة سوريا اليوم وفي عنوينه موسيقى المعارضة تتصدى لمحاولة قوات النظام التقدم الى حيجوبر بدمشق وداعش يعلن اسقاط طائرة حربية فوق مطار كويرس العسكري موسيقى النصرة تعلن انسحاب مقاتليها من نقطة المسروب في فليطة وتبث شريطا عن المعركة وحزب الله ينعى خمسة من مقاتليه موسيقى الاتحاد الاوروبي يعلن انشاء خلية مستشارين في بلجكا تواجه الحملات الدعائية للمتطرفين للحد من تجنيد الشباب اهلا بكم كثفت كتائب الاسد القصف العشوائي على ريف دمشق فيما دمرت عناصر المعارضة الية عسكرية تابعة للنظام حاولت التقدم نحو حيجوبر في العاصمة كما علن تنظيم داعش اسقاط طائرة حربية فوق مطار كويرس العسكري في ريف حلب موسيقى الريف الدمشقي تعرض من جديد لقصف عشوائي واشتد اليوم في كفر بطنة في وقت سجلت اشتباكات عنيفة بين الثوار والشبيحة على محور حوش الفارة المزيد من الصواريخ تساقطت العحيجوبر دمشقي حيث سجلت اشتباكات عنيفة على مشارفه بين كوات النظام والثوار الذين فجروا مبنى كانت تتحصن فيه الكوات الحكومية وتمكنوا من تدمير دبابتين واعطاب ثالثة اعمدة الدخان تساعدت من ابنية المدنيين في درعة نتيجة القصف العشوائي بينما دارت اشتباكاتهم في منطقة السوق في درعة المحطة وتمكن الجيش الحر من التصدي لكوات النظام هناك ومنعهم من التقدم في المنطقة وعلى حمص استهدفت كوات النظام حي الوعر بالاستونات المتفجرة مسببة الدمار في منازل المدنيين واستهدفت ثوار مواقع للشبيحة بريف حماهبي صواريخ لقراد فيما واصلت كوات الاسد حملة اعتقالات في المدينة الاشتباكات ايضا اندلعت في دير الزور بين تنظيم داعش وكوات النظام واغارة المروحيات الاسدية على حي الشيخ مسكين كما كثفت سلاح الجو غاراتي على التمانع والبلدات المحيطة بمطار ابو الظهور العسكري في ريف ادلب وفي حلب تواصلت المواجهات بين الجيش الحر وكوات النظام على جبهة البريج وتمكن تنظيم داعش من اسقاط طائرة حربية فوق مطار كويرس العسكري وليس بعيدا عن حلب واصلت تحالف الدولي استهداف مواقع قتالية وتحسينات تابعة لتنظيم داعش في مدينة كوبان السورية تتوصل الاشتباكات بوطيرة خفيفة في فليطة بالقلمون بين عناصر من حزب الله وجبات النصر التي كانت قد اعلنت امس السيطرة على معبر المسروب الذي يربط بين جرد عرسال وفليطة المرسط السوري والحقوق الانسان اعلن ارتفاع عدد القتلى في معارك فليطة الى 12 قتيلا هم خمسة من عناصر حزب الله وسبعة من قوات النظام وقد دنا حزب الله مقاتله الخمسة وهم اضافة الى حمزة عمار وفضل فقيه وعلي بكري الذين نشرت اسمائهم امس محمد الحاج حسن من حوش النبي وهادي نور الدين من عدلون من جاتها اعلن جباة النصر عن انسحاب مقاتليها من نقطة المسروب في فليطة بالقلمون سالمين محملين بالغنائم بعد قتل عناصر تابعة لحزب الله وكتائب الاسد واحراق الموقع بالكامل بعد معارك عنيفة وبثت الجبا صورا تظهر اعمدة الدخان من مواقع الحزب في المسروب بعد قصفها في وقت ايفيدة بان حزب الله قصف خلال الساعات الماضية بالمدفعية والصواريخ كل المعابر والوديان التي يتحصن فيها المسلحون من رأس المعرى في القلمون حتى جرود عرسال للمزيد عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكايب مراسل شبكة شام في دمشق وريفها مازن الشامي مازن اذا ما هي اخر المعلومات عن المعارك في القلمون خصوصا المعارك بين حزب الله واجبات النصر نعم مساء الخير يعني امس بعد قيام التوار وعناصر من جبهة النصر باقتحام نقطة المسلوب تم السيطرة عليها بشكل كامل وايضا تم قتل العديد من العناصر هناك واغتنام اسلحة وذخائر بعدها احرقوا النقطة بالكامل والسحبوا من النقطة طبعا النقطة تابعة لحزب الله بالمقابل اعترفوا حزب الله بمقتل العديد من عناصرهم جراء تلك العملية وماذا يجري على صعيد اخر في الريف الدمشقي يعني بعد المعارك التي جرت اليوم بين جيش الاسلام وجيش الامة اعلن زهران علوش قائد جيش الاسلام عن انتهاء العمليات العسكرية لحملة تطهير مدينة دومة اليوم كتاب لست حاول استغلال ما يجري في دومة وحاول استحام حي جوبر من جميع المحاور فمنذ الصباح وحتى اللحظة القصف لم يتوقف على حي جوبر الدمشقي بصواريخ الارض والمدفعية الثقيلة اتزام مع اشتباكات عنيفة جدا بالاسلحة المتوسطة والثقيلة شهدتها معظم جبهات الحي وخاصة جبهة المناشر والانتصالات تمكنت ثوار من استعادة نقطة المياه في جبهة المناشر وكما تم تدمير دبابتين واعطاب دبابة اخرى اضافة لتفجير مبنى كانت تتحصى بالكتاب الاسد وتم التأكد من قتل العشرات ممن كانوا يتواجدون داخل البابنا شكرا جزيلا لك مراسل شبكة شام في دمشق وليفها مازن الشامي فيما تستمر اجتماعات الاعتراف الوطني السوري مع معارضة الداخل في القاهرة لتحديد الموقف من اجتماع موسكو ربطت هيئة تنسيق مشاركتها بثلاثة شروط لبناء الثقة مع نظام عبر الافراج عن المعارضين المعتقلين ربطت هيئة التنسيق الوطنية من معارضة الداخل السوري مشاركتها في مؤتمر موسكو المقرر نهاية الشهر الجاري بثلاثة شروط وفقا للمتحدث باسمها خلف داود اولها بناء الثقة مع النظام عبر الافراج عن المعارضين المعتقلين ومنهم ثلاثة من اعضاء المجلس التنفيذي للهيئة ثم رغبة الهيئة بان تكون الدعوات على مستوى المنظمة وليس على مستوى الافراد وعدم دمج الدعوة لشخصيات موالية لحكومة النظام من ضمن وفد المعارضة وابدت هيئة التنسيق تشاؤمها في شأن استجابة موسكو لهذه المطالب وسط شكوك بعقد القمة نفسها سوى في حال تغيير التخطيط في هذه الاثناء تستمر التحضيرات في القاهرة لعقد لقاء بين مختلف قوى المعارضة في النصف الثالث من الشهر الجاري لتوحيد الصفوف وبضع خارطة طريق لحل النزاع السوري بناء على جنيف الذي تم التصديق عليه في حزاران 2012 وينص على تشكيل حكومة موقعة في سوريا تضم ممثلين من الجانبين وفي اسطنبول تستمر عمال الدورة الثامنة عشرة لجمعية العمومية للتحالف حيث من المقرر أن تختار رئيسا جديدا واتخاذ قرار بشأن مشاركة في مؤتمر موسكو نفسه والموقف في شأن خطة المبعوث الأممي في سوريا أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي عزمه إنشاء خلية مستشارين في بلجكا لمساعدة الدول الأعضاء في محاربة الحملات الدعائية للمتطرفين بهدف الحد من أساليب التجنيد وستضم الخلية مبدئيا خمسة خبراء أو ستة يقدمون أفكارا عن سبل مكافحة الوسائل الدعائية التي يتبعها المتطرفون في التجنيد والدعاية لجرائمهم خصوصا بعدما كان لهذه دعاية دور في تجنيد أكثر من خمسة عشر ألف مقاتل أجنبي ثلاثة آلاف منهم أوروبيون وفق تقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية في نشرة توريا لهم بعض الفاصل القوات العراقية تتقدم في صلاح الدين وتحشد لتحرير بيجي أهلا بكم أعلنت القوات العراقية تقدمها في صلاح الدين وتكبيد عناصر داعش خسائر فادحة وأنها تحشد قوات كبيرة لتحرير بيجي فيما نقلت وكالة الأنضول عن مسؤول عسكري عراقي قوله إن حرس الحدود العراقي صد هجوما لداعش على مخفر حدودي مع السعودية جنوب الأنبار فيما تستعد القوات العراقية لإعلان تحرير محافظة ديالة بالكامل من عناصر داعش دفعت هذه القوات بتعزيزات عسكرية كبيرة من الضلعية إلى ناحية المقدادية بمحافظة صلاح الدين الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية أعلن أن قوات الجيش المدعومة بالحشد الشعبي ومتطوعي العشائر استعادت السيطرة على قرية البوعناك شمال ناحية الضلعية بعد معارك مع مسلحي داعش تمكنت في خلالها من قتل وأسر العشرات من مسلحي التنظيم وأضاف الناطق العراقي أن وحدات من الجيش وسعت نطاق عملياتها لتشمل ناحية الدجيل لافتا إلى أن العمليات تركزت على المناطق الشمالية من الناحية إضافة إلى بوابة تيكريت وفي موقع آخر دفعت بغداد أيضا بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة بيجي لشن هجوم واسع النطاق على قواعد المتطرفين بتلك المنطقة حتى حدود محافظة نينوى معقل تنظيم داعش وقال قائم مقام قضاء بيجي أن العملية العسكرية ستبدأ خلال اليومين المقبلين لتقدم في اتجاه المدينة وتحريرها من الخرق الأمني الذي حصل في القضاء وأضاف أن الطيران العراقي والتحالف الدولي يشن ضربات جوية على أهداف منتخبة على أوكار وتجمعات عصابات داعش كذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إحباط هجوم لداعش على مصفات بيجي النفطية في محافظة صلاح الدين وفي شمال العراق قالت مصادر في قوات البشمركة الكردية أن تنظيم الدولة أرسل قوات إضافية إلى قضاء سنجار في الوقت نفسه واصلت قوات البشمركة تعزيز مواقعها شرق وغرب سنجار بينما تعمل على رصد الطريق الوحيد الذي يسيطر عليه مسلح داعش الذي يربط المنطقة بمدينة الموصل وسط هذه الأجواء أطلق تنظيم الدولة 162 شخصا من أصل 170 أعتقلهم في قريتين غرب مدينة كاركوك إثر أقدام أشخاص على حرق رايتين تابعتين للتنظيم بحسب مصادر أمنية عليقا على قرار السلطات اللبنانية فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين بالدخول إلى لبنان أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لوكالة الأنباء الفرنسية أن الهدف من الخطوة هو منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية لافتا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين يطلب لبنان تحديد سبب دخول السوري وكانت المدرية العامة للأمن العام قد أعلنت أن فرض السمة أو الإقامة على السوريين يدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين سفير النظام السوري في لبنان علي عبد الكريم علي رأى أن موضوع دخول السوريين وخروجهم يحتاج تنسيقا وتكاملا بين الجهات المعنية في البلدين يعني هي إجراءات أراها محاولة لإيجاد عوامل تنظيمية نتيجة ضغوط كبيرة أزمة كبيرة ربما سهمت فيها سياسات للسابقة للحكومة أو لضغوط خارجية يعني الأوضاع التي يعانيها لبنان نحن نقدرها ونتفهمها أضاءت صحيفة الأبزورفر على مأساة غرق المهاجرين من سوريا والعراق في البحر الأبيض المتوسط أثناء عبورهم غير الشرعي إلى أوروبا فيما يصفه خبراء بأكبر هجرات جماعية منذ الحرب العالمية الثانية المزيد من أخبار سوريا في الصحف في التقرير الآتي نشرت صحيفة الأبزورفر تقريرا عن أفواج المهاجرين من سوريا والعراق وأفريقيا إلى أوروبا عبر صفن تعرض حياتهم لخطر الموت غرقا فيما يصفه خبراء بأكبر هجرات جماعية منذ الحرب العالمية الثانية وتضيف الصحيفة أن الدول الأوروبية تعتقد أنها ستثنر لاجئين عن المغامر عبر البحر بمجرد تقليل عمليات الإنقاذ ولكن الوضع المأسوي الذي تشهده هذه الدول لا يترك للمهاجرين خيارا آخر غير طريق البحر والاضطرابات هذه أدت كلها إلى نزوح نحو 17 مليون لاجئ عبر العالم صحيفة ساندي تيليغراف أضاءت على بلدة كسب السورية التي سيطرت عليها المعارضة بدعم من تركيا قبل أن تستعيدها قوات النظام مؤكدة أنها لم تجد دليلا على ادعاء النظام السوري بأن عناصر المعارضة المسلحة ارتكبوا جرائم قتل جماعي في حق إهالي كسب المسيحيين وتشير الصحيفة إلى أنها لم يتسنى لها التأكد من مصدر المستقل من أن التدمير والتدنيس الذي طاول الكنائس هو من صنع مسلحين أجانب بين الشيشان وتونس وليبيا نشرت CNN تحليلا لأستاذ الصحافة في جامعة نيويورك محمد بزي يرى فيه أن إيران اللاعب الإقليمي تحاول توسيع نفوذها وأن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية داعش الذي يتهم الشيعة بالهرتقة يهدد مصالحها ويضيف الكاتب أنه بات لدى طهران وواشنطن مصلحة مشتركة في الحاق الهزيمة بداعش وإبقاء النظام في بغداد بحالة استقرار تسمح له بتجاوز الصراعات المذهبية وأنه لدى إيران الكثير من الأوراق التي تسمح لها بالاحتفاظ بنفوذها في العراق وهي لن تتردد في استخدامها حتى لو تطلب ذلك الانخراط بشكل أعمق في دور عسكري بحرب أهلية لا تظهر نهايتها في الأفق وفي نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل المجتمع الدولي مصدوم من أسواق تجارة البشر لدى داعش أهلا بكم يستمر المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تحت هول الصدمة من تصرفات داعش مع الأقليات العرقية والدينية في العراق خصوصا مع النساء الإيزيديات المسبيات والمباعات في أسواق النخاسة بالموصل بايام وشقيقتها في منزل بدهوك العراقية بعد التهجير بالكاد تكفي المقتنيات للعيش بكرامة بعدما تسبب توسع نفوذ الدولة الإسلامية في سنجار بالعراق إلى تهجير الأقلية الإيزيدية وقتل الألاف من الرجال وسبي النساء والفتيات بايام فتاة في الثامنة عشرة من عمرها واحدة من ضحايا داعش بقيت أسيرة لدى التنظيم شهرا قبل إنقاذها تروي تجربتها مذ اقتحم مقاتلو داعش قريتها في آب الماضي أغلق علينا مع فتيات أخريات ولم يسمح لنا بتناول الطعام أو الشراب بعد بضعة أيام محبوسين بدأوا يأخذون الفتيات باعا واحدة تلو الأخرى وذات يوم اجتمعوا بنا في الغرفة وحضقوا إلينا واحدة تلو الأخرى لتحديد أي من ستأخذ بعيدا عيشة ضحية ثانية تروي معاناتها بعدما قتل المسلحون زوجها وهي حامل واتخذوها رهينة وعرضوها للبيع في سوق المزاد بالموصل جاء الكثير من الناس للشراء وكان سعر الفتاة أو المرأة نحو 15 ألف دينار وغالبية المشترين من الموصل والأنبار وبعض آخر من مناطق ذات الأغلبية السنية وهناك الكثير من النساء تم بيعهن لرجال من كبار السن أملوا أن يتم القضاء على المسلحين قريبا سوف أسمي طفلي على اسم زوجي وأمل أن يعيش طفلي في سلام كل حياته لا يزال المجتمع الدولي تحت هول الصدمة في شأن تجارة البشر لدى داعش والاستعباد الجنسي واستغلال النساء والمجازر الجماعية أنقذ خفر السواحل الإيطالي سفينة شحن تقل 360 لاجئا سوريا هجرها بل هجرها طاقمها في عرض البحر المتوسط في ثاني عملية إنقاذ خلال أسبوع الأمر الذي أدى إلى دعوات الانتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أقوى في مواجهة الأساليب الجديدة لمهربي البشر ووضح مسؤولون في خفر السواحل أن ركاب السفينة وبينهم 62 قاصرا في حالة جيدة ويجري نقلهم إلى مراكز للاجئين ودور المساعدة في أنحاء إيطاليا وكانت السفينة المتهالكة والمرخص لها بأن تنقل ماشية فقط تتناثر فيها حاويات من الصلب ومقاعد محطمة وأكوام من أكياس القمامة وخزانات بنزين فارغة وملابس وأمتعة شخصية مبعثرة في آخر خبر ورد قبل قليل قصف نتفعي من جبل المضيع يستهدف بلدة الطيبة في الغوطة الغربية بريف دمشق الآن تذكير بعناوين النشر المعارضة تتصدى لمحاولة قوات النظام التقدم إلى حي جوبر بدمشق داعش يعلن إسقاط طائرة حربية فوق مطار كويرس العسكري النصر تعلن انسحاب مقاتليها من نقطة المسروب في فليطة وتبث شريطا عن المعركة وحزب الله ينعى خمسة من مقاتليه الاتحاد الأوروبي يعلن إنشاء خلية مستشارين في بلجكا تواجه الحملات الدعائية للمتطرفين للحد من تجميد الشباب إلى هنا تنتهي للنشر شكرا لإسرائيكم إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة